من العملية السياسية زاد إعلان مقتدى الصدر انسحابه من العملية السياسية من مخاطر الصراع في العراق بتصعيد سياسي كبير ربما يدخله في نزاع مسلح بين الفريقين المتخاصمين وبعد فشل محاولاته بتشكيل الحكومة على الرغم من مرور ثمانية أشهر من فوز كتلته بأكبر حصة من المقاعد أوعز الصدر لنواب كتلته إلى الاستقالة من البرلمان الحالي ما زاد وفق مراقبين من تعقيد الموقف السياسي المتشنج أصلا وهو ما قد ينذر أيضا بتعميق الصراع على النفوذ في الوسط السياسي الذي بات خاضعا لنفوذ الميليشيات بشكل كامل فمن الناحية النظرية يمكن للإطار التنسيقي التحرك لتشكيل حكومة تحل محل حكومة الكاظمي المنتهي ولايتها والتي تواصل تصريف الأعمال لكن الواقع يقول إن مثل هذه الخطوة ستثير على الأرجح الطرابات بل وحتى حالة من الصراع في ظل ما يتمتع به الصدر من قاعدة دعم سبق أن حملت السلاح وصنعت الفوضى في الشارع وبالنسبة لإيران فإن هذا تطور في الأزمة السياسية ليس مرحبا به لأنه يبرز الانقسامات في العملية السياسية التي تديرها ويهدد بتقويض نفوذها فيما يعيش حلفاؤها الأقرب معضلة كبيرة ويتحركون بحذر على ما يبدو إذ يدركون جيدا قدرة الصدر على حجد أنصاره والعبث بالمشهد السياسي والأمني على حد سواء وقد ظهر المأزق الذي يعيشه الإطار التنسيقي في غياب أي ردة فعل حقيقية على مناورة الصدر والاكتفاء بالتصريحات المتناثرة على غرار ما فعل زعيم ميليشيا بدر هادي العامري الذي حث مرجعية السستاني على التدخل لإنقاذ الموقف وإذا كانت خطوة الصدر قد تكفلت بتحريك المياه الراكدة في المستنقعات الآسنة التي تغرق فيها العملية السياسية فإنها تعكس أيضا مقدار الفشل والانحدار التي أوصلت إليه العراق ومقدار الخطر الذي يتهدد البلد سواء اتفق هؤلاء أو اختلفوا